موسيقى أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية بعنوان The Future of Our Planet لنبدأ للمسيقنا لنبدأ هنا بالفغابل ريلاست هعرف الأول معاني الكلمات باكنيك معناها نزهة أميل إيتن أوتدورز هنا الباكنيك ديلا بعمل فيها إيه؟ باخد معايا الأكل واطلع أكله في مكان مفتوح يعني برا البيت باكنيك فورترس فورترس معناها حصن A large strong building or group of buildings that can be defended from attack بعمل هنا مبنى أو عدة مباني قوية تقدر تحميني من الهجوم دا كان بيتعمل في العصور القديمة عبارة عن حجارة تبقى عالية جدا تقدر تصد أي هجوم من أي معتدي فورترس نبدأ بعدين هاستري معناها التاريخ A branch of knowledge that records and explains past events تسجيل وهو فرع من فروع المعرفة بيهتم بتسجيل وشرح الأحداث القديمة Salt Lake معناها بحيرة مالحة A landlocked body of water that has become salty through evaporation دا جزء ان المية أصبح أكثر ملوحة بسبب التبخر يعني الشمس بتبقى متركزة على المكان ده أو بتبقى على طول فوق المكان ده فوق الجزء ده من المية فبيحصل له evaporation evaporation يعني ايه؟ يعني بيتبخر طيب احنا اتفعنا انها اصلا مية ملحة salty water فاين لي بيحصل؟ المية بتبخر وبيبقى مين عندي؟ salt اللي هو الملحة Read the postcard and answer the questions هنا هبدأ أقرأ ال postcard وأسأل واجاو بص معاي كده It's an old, old fortress in Siwa ضحصن قديم قوي موجود في مدينة Siwa Dear نهلة I'm having a fantastic time with my family in Siwa بتقول لها انا بقضي وقت حلو جدا في Siwa We had a picnic on Fatanas Island قلت لها ان احنا عملنا picnic خدنا الاكل واكلنا برا في جزيرة اسمها جزيرة Fatanas ناخد بالله هنا I'm having the present contiers عشان هي لسه بتقضي وقت ممتع انما هنا بتحكي عن حاجة حصلت خلاص فاستخدمت الباست سامبل We had At the moment في هذه اللحظة بتحكي عن حاجة بتحصل دلوقتي I'm sitting by the water and watching the sunset في الوقت اللي أنا بكتب لك فيه ال postcard ده أنا قاعدة جنب المية وبشوف غروب الشمس It's very beautiful ده شيء حلو جدا Who are staying with my parents friends and they are very kind قلت لها احنا قاعدين مع اصدقاء لبابا وماما وهم ناس طيبين جدا طيب اتفقنا كده What's this? Possessive S كمانا هنا حطت لي الابوستروف بعد الاس عشان ده plural noun في الاسم الجامعة بحط الابوستروف بعد الاس It's parents friends أصدقاء لبابا وماما وهنا عرفت الني إنها possessive S ده noun وده كمان noun ده اسم واسم فهنا بتقولي إنها قاعدة مع أصدقاء لوالديها ونهما ناس طيبين جدا When we arrived the day before yesterday لما احنا وصلنا أول مبارح day before yesterday يعني أول مبارح وهنا في ال past لهم خلاص وصلوا It was very late كان الوقت متأخر جدا They still wanted to get up and make us dinner كانوا مصممين إن هما يقوموا يعملنا عشا And they bring us fresh dates for breakfast بيجيبونا كل يوم بلح طازج أو بلح fresh كده للفطار Yesterday morning مبارح الصبح We visited Shally forests Shally Fortress إحنا زرنا Shally Fortress يعني زرنا حصن اسمه Shally وهنا برضو in the past form إحنا زرناه خلاص And the Siwa Museum يبقى هما ظهروا حاكتين حصن Shally ومتحف Siwa I have always wanted to go there أنا دايما كان نفسي أروح ماتحفسي I learned such a lot of history in one morning أنا عارفت كتير قوي من التاريخ في نفس الوقت اتفقنا إيه هو؟ الحسطري ده؟ ده علمي بيهتم بالإيه؟ في ال past events Tomorrow هتبدأ كده تتكلم عن الarrangements الترتيبات We are going to visit the Siwa Salt Lake إحنا هنروح نزور البحيرة المالحة بتاعت Siwa I'm looking forward to visiting it It sounds really interesting دعيت لها أنا بتطلع على زيارتها أعتقد إنها شيء مثير وممتع جدا Lots of love هبة بيبقى هنا مين اللي كاتب البوست كارد؟ هبة وبعتال مين؟ لنهلة بيبقى ده اسمه sender يعني الراسل ودي اسمها receiver يعني اللي بيستقبل البوست كارد Now it's time to answer the questions Where is Hiba now؟ ما قلنا at the moment She's in Siwa تمام What is she doing؟ هي التعمل ايه؟ She is sitting by the water and watching the sunset هي دلوقتي قاعدة جنب المية وبتشوف الايه؟ الشمس Who is she staying with؟ هي قاعدة مع مين؟ She's staying with her parents' friends كمانا تبناخد بالنا هنا من apostrophe اس تفتكرو ده possessive لتاعت الملكية؟ طب هنا شي ده pronoun تمام كده؟ اللي هو السبجكت طب تمام؟ طب و stay ده verb احنا اتفقنا اللي بيجي من pronoun أو noun and verb يبقى ايه؟ abbreviation for is طبو هنا parents تمام؟ حطنا الابصرب دي هنا ليه؟ عشان ده plural وده هنا ناون وده ناون بيت possessive اس let's move to the next slide why does she think her parents' friends are kind؟ تفتكرو ليه هي بتقول عن اصحاب وبها امتها انهم طيبين because Heba and her family arrived very late but the friends wanted to get up and make dinner and they bring fresh dates everyday هي بتكلم هنا عن استقبالهم ليهم ان Heba واسرتها وصلوا متأخرين جدا بس اصدقائهم دول كانوا مصممين ان هما يقوموا يعمل لهم عشا وبيجيب لهم ايه؟ بلح طازج كل يوم what did she do yesterday؟ هي عملت امبارح they went to shaley fortress and the siwa museum راحوا كلهم لحصن شالي ومتحف سيوا what is she looking forward to doing tomorrow؟ هي عايزة تعمل ايه بكرة؟ she's looking forward to visiting the siwa salt lake بيبقى هي عايزة بكرة انها تروح تزور البحيرة المالحة في جاعة سيوا هنا بيقولي find time expressions in the postcard for the following هنا بقى هابدد اهور عن التعبيرات الزمنية يعني عن present past and future نبدأ بالpresent today يعني النهاردة at the moment في هذه اللحظة every day كل يوم دول كده in the present form what about past؟ the day before yesterday يعني اول امبارح yesterday morning امبارح الصبح طب what about future؟ tomorrow بكرة read and correct the underlined mistakes in these sentences is مطلوب مني هنا اصحح الاخطاء في الجمل دي yesterday it was very hot and we are visiting the ruins of a temple مبارح كان الجو حر جدا واحنا are visiting runes يعني اطلال او يعني مكان شبه مهدود بتاع الايه؟ المعبد it was yesterday احنا كل الكلام ده بنتكلم في time expression in the past ينفع حط معاها are visiting لا هتبقى visited number two at the moment في هذه اللحظة we stay in a small hotel near the lake at the moment يعني present في هذه اللحظة احنا قاعدين فوق تيل جنب البحيرة هبدي تيبقى هنا ايه؟ present confused are staying my cousins arrived at lunch time tomorrow at 11 am احنا كده بنعمل ترتيب بمعات زمني هتبقى ايه؟ present continuous our arriving I looked forward to watching the stars in the desert this evening انا بتطلع ان اشوف النجوم في الصحراء هذا المساء تبقى present sample تبقى I'm looking put these time expressions in order from the past to the future انا هنا هبدأ ارتب التعبيرات الزمنية من الماضي للمستقبل In three days time واتفقنا من دي في غضون ثلاث ايام at the moment في هذه اللحظة the day before yesterday اول امبارح tomorrow بكرة yesterday امبارح هنا هو عايز يبدأ from the past to the future اول حاجة the day before yesterday اول امبارح وبعدين امبارح yesterday وبعدين at the moment في هذه اللحظة يبقى انا بدأت بالحدث الاقدم اللي هو اول امبارح بعدين منزلت شوية بامبارح وبعدين بهذه اللحظة نبدأ ندخل على future tomorrow يعني بكرة or in three days time يعني فيه غضون ثلاث ايام read half this email and circle the correct time expressions نقرى الايميل بتاع حمدي ونعمل circle على التعبير الزمن الصحيح hi guess where i am تقدر تخن من انا فين i'm walking in the desert in the nabok nature reserve في محمية نباق الطبعية i'm walking تبقى at the moment or yesterday هنا دي present contains هيجي معاها at the moment it's really interesting بعدين يقلو we visited the mountains احنا زرنا الجبال it was very hot كل الكلام ده فين yesterday we went diving in the coral reefs at شورى المنطقة when diving went in the past تبقى the day before yesterday the fish were amazing بعدين قالو we are going to visit وادي كيد هنزور مكان اسمه وادي كيد لسه هنزور تبقى دي ايه tomorrow i'm looking forward to seeing the beautiful birds that left there انا عايز اشوف الطيور الجميلة اللي بتعيش في وادي كيد we are coming home هنرقع البيت هنرقع ينفع هنقول yesterday لا هنقول in 3 days time في خلال 3 ايام what are you doing write to me and tell me your news قالو انت بتعمل ايه اكتب لي وقول لي اخبارك read and answer the questions what is hamdi doing now he is walking in the desert وبيعمل ايه دلوقتي يمش في الصحرة what was the problem yesterday ايه المشكلة اللي واجهها مبارح it was very hot الجو كان حر جدا what did he do 2 days ago عمل ايه من يومين فاتو من يومين فاتو معناها ايه the day before yesterday he went diving in the coral reefs at shura منطقة what does he want to see at وديكيد وكان عايز شوف ايه وديكيد he wants to see the beautiful birds that live at وديكيد كان عايز شوف الديور الجميلة اللي بتعيش في وديكيد today is wednesday on what day is hamdi going to be at home النهاردة الاربع hamdi هيبقى في بيت امتى احنا قلنا in three days time he is going to be home on Saturday بعد ثلاث ايام من يوم الاربع هيبقى يوم السبت let's move to writing write an email to your friend Ahmad telling him about your holiday your name is Hany your email is hany30 at gmail.com and your friend's email is at gmail.com هنا طالب منك تكتب email لصاحبك اللي اسمه احمد انت اسمك هاني وده الاميل بتاعك وصديبك اسمه احمد وده الاميل بتاعه follow the following steps عشان اقدر اكتب ايميل صح لازم امشي عن مقضي describe the last few days هنا بتكلم عن ايه؟ عن رحلتي هبدأ اوصف اللي حصل في الكم يوم اللي فاتوا say what you're doing now وهقول كمان انا هعمل ايه دلوقتي talk about your plans for the next few days وابدأ اتكلم عن خططي للأيام الجاية ومطلوب مني هنا use some time expressions استخدم بعض التعبيرات الزمنية تعالوا كده قبل ما نبدأ نكتب الايميل نتكلم عن how to form an email ازاي بتعمل ايميل اول حاجة بكتب to وبعد to بجيب the receiver يعني ايه receiver احنا اتفقنا قبل كده؟ يعني اللي بيستلم الايميل بعدين from from بيجي بعدها مين؟ the sender يعني اللي بتبعت اللي هي الايميل subject that means the title of the email بكتب في كلمة subject دي عنوان الايميل بتاعي بعد كده نبدأ دلوقتي اتكلم عن الايميل نفسه اول حاجة دير followed by the name of the receiver بكتب كلمة دير وبعدها اسم المستلم and the body of the email نبدأ دلوقتي بقى اتكلم عن الايميل نفسه الحاجة انا عايز اوصلها له هو الايميل the closure يعني خاتمة الايميل the sender's signature or name توقيع الراسل او اسمه هنا اول حاجة sender from وكتبت الايميل بتاعي receiver to والايميل بتاع احمد اللي هبعت له الايميل title of the email عنوان الايميل عندي كان ايه؟ my holiday بكتب عنوان الايميل بعد كلمة ايه؟ subject dear plus sender dear احمد body of the email ايه بقى الموضوع اللي هكتبه؟ hope my email find you well قال له انا بتمنى ان الايميل ده يبعتلك وانت بصحة جيدة i'm writing this email to tell you about my holiday انا بكتب الايميل ده عشان اقول لك عن اجازب تعتي ايه ده fantastic time and amazing holiday in sewa والرحلة الرائعة اللي انا قضيتها في sewa انا كده بتكلم فاكرين following tips اللي قلنا عليها describe the last few days بتكلم عن الحاجات اللي حصلتلي في الكم يوم اللي فاتوا i'm sitting at the moment by the salt lake that helps you to get rid of the negative energy هبدأ دلوقتي احكيلو عن اللي انا بعمله حاليا دلوقتي انا قاعد جنب البحيرة المالحة اللي في sewa ليه عشان دي بتساعدني ان اتخلص من التقصة البية i visited many places and learned a lot about history i saw the strange ruins of the shaley fortress قال له انا تعلمت كتير وزرت اماكن كتيرة وشفت الاطلال الغريبة ليه الحصن بتاع shaley i was very exciting about that انا كنت متحمس جدا للموضوع ده i'm staying with my parents in their friend's house انا رحت مع بابا وماما في بيت اصحابهم they are very kind people they offer us fresh food and dates everyday بيجيبونا اكل طازج وبلح كمان طازج كل يوم كده احنا خلصنا the body of the amy نتكلم عن the closure i'm looking forward to seeing you soon انا بتطلع المشورة كوي from بعدها السندر yours hany or from hany now we have come to the end of this lesson goodbye everybody and we will soon meet again to start a new lesson وبكده يا عزائي الطلاب نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس وإلى اللقاء قريب مع درس جديد كمانات نتكلم عن درس جديد مع هذه الدرس جديد نتكلم عن طازج اشتراك